شيخ مجيد يعني لو وضعنا حكم الإمام عليه في الميزان وأيضا وضعنا الحكم الآن شون راح تكون النظرية يعني لا شوفي أولا يعني أهل البيت لا يقاس بهم أحد وعملية المفاضلة أعتقد هي سالبة منهاج لا سالبة منتفاق الموضوع لأنه لا يوجد هناك وجههم لكن نحن قد ما نتحدث لا نريد أن نتحدث كأننا بالمدينة الفاضلة أو يكون حديثنا طوباوي مثالي هل يمكن لنا أن نصل إلى حكومة علي أكثر من حكومة علي نستطيع لماذا لأن الثروات موجودة وكل الموضوع أن لا يوجد هناك عدالة في التقسيم هذا هو إذا كانت هناك عملية عدالة ستجدين الأمن يستدبس حتى ترى الإرهاب جزء من البطالة لكن خليني أداخل وياك شيخ شوي جزء من البطالة أغلب الكتل والأحزاب السياسية دعنا نتحدث بالصراحة كلها عاشت في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وشافوا هناك التعامل مع الإنسان كيف يكون؟ نتحدث عن الإنسانية التي موجودة مع الأسف هنا فقدنا الإنسانية بالتعامل مع الناس وبالتحديد الفقراء فاليوم كيف نقارن الوضع الذي نعيشه مع بلدان غير مسلمة؟ هو هم كذلك حتى مع غير البلدان لا يوجد هناك منطقة وسط أعتقد لأنه العملية السياسية هجينة الدستور كتب في ظل أزمة وفي ظل عقد وكتب على يدي أناس أرادوا ما أرادوا لماذا نتحدث عن الدستور؟ لماذا نتحدث عن الدستور؟ لماذا نتحدث عن التعامل الحاكم مع الناس؟ أبداً مشاكل العراق الدستور العراقي عندما تتحول 15 محافظة ممكن أن تعطل على ثلاث محافظات إذا ثلاث محافظات قررت قرار ممكن أن تأخذ الفيتو على 15 محافظة هذا الدستور كتب بهذه الطريقة لأن كان يراد أن يكون للجنوب فدرالية مثل ما في أربيل وغيرها ونحن نتحدث الآن الدستور لم يكتب كتابة وطنية حقيقية إلى الآن مكتوب مكون لم يكتبون مواطن لابد أن يرتفع هذا العنوان المكون ويكتب مواطن لكن شيخ خليني أداخل معه إذا تسمحي لا بس نقطة ماذا تطين فرصة أكمل مرحق أربش علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يدخل لعقيل يعني هسا بعدتني هواي لا ستهايفاء علي بن أبي طالب يدخل لعقيل عقيل شيء من علي بن أبي طالب وهو أخو وهو يقول وقد دخل عليه عقيل وهو أملك أملك من الفقر يعني أرى أولاده صفر الوجود شعث وهكذا إلى أن يكتب يقول فطلب مني طلب مني يعني أسأل الآن أخوكم محتاج ما تعطي الإمام صلوات الله المحدد نحن فيدرالية هاي أخت هاي الإمام حما حديدة أدناها منه فأن لها قال ثقلت كالثواكل أتعنوا من حديدة حميتها للهوي ولا تخافوا علي من نار نفجرها جباره بغضبه وبعدين هو يكمل وأعجبوا من ذلك طارق انطرقنا بملفوفة كأنها أجنت بريقي أفعى هويتش مضمونها فقلت ما هذه أصدق أم زكاة قال لا هذه ولا تلك بل هي صلة هدية عفوا فقلت عن دين الله جئت لتخدعني جايب لت نسميه بالعراق اليوم رشوة لاحظي فمن تجين شوف العدالة في دولة علي عقيل لم يعطى أكثر من ماله زين بعد هو علي بن أبي طالب صنوات الله علي حالة حال قنبر قنبر الخادم اليوم لما شوفين الأرقام التي تطلع أنت جنابك عندك برنامج سياسي ومتابعينه لما يقعدون السياسيين ويتحدثون بأرقام انفجارية يا شيخ خالد هذه الأرقام الانفجارية والله شنو تبديل شي يسمونها أو عزيمة فطول أو عزيمة ملايين الدولارات وإحنا عندنا شرق القناة ما لاقي هوة ليس طعام لأن الجو ملوث البيئة ملوثة وغير في بغداد عاصمة العراق العاصمة هذه المفوضة التي هي فيها شارع الرشيد وفيها الفن وفيها الإبداع وفيها المساجد عندنا عمارة ما موجودة بالعالم عندنا عمارة الشيخ عبدالقادر وأبو حنيف وعدنا سيدة ريس بغداد والإمام الكاظم والإمام الجوات هذه العمارة الرائعة يعني كل شيء في بغداد تم الدعس عليه بهذا المعنى خليني أداخل معك شيخ بنقطة في المجالس الحسينية التي نشاهد أغلب المسؤولين يقيموها بالتحديد بالخضراء هذا الجهن المركب لا نشوفها بالإعلام بالفضائيات ونشوفها في أغلب الكتل والأحزاب السياسية قاعدة وتبتي بحرقة يعني بحرقة قلب لكن تعاليم الإمام علي والإمام حسين لم تطبق في أرض العراق أرض الأنبياء اليوم إشلون أنا أفهم هذه النظرية بعد بعض عقول السياسيين الموجودة واللي حكمت العراق من خلال 18 سنة وأيضا البعض محسوب على الإسلاميين ولهذا صارت هناك ردة كبيرة جدا من بعض الناس لا ما هو قابل وفاعل الشعب هم يتحمل المسؤولية الشعب لا بد أن يميز ما بين عالم الدين من هذا السياسي السياسي السياسة مسموحة لأنني مواطن ويحق لي إذا كنت وفق الشروط أنا أرشح شيخ خالد يرشح بس مو معناة إذا شيخ خالد أو شيخ مجيد جل الشيخ علي أقول إذا أنا مثلا حدث عن الصواب معناة دين يضرب أنا ما أمثل الدين هذه نظرة نظرة يعني مو صحيحة الذي يمثل الدين محمد وأقل محمد نعم لكن تسمعت الشعارات باسم الدين باقونة الحرامية هذا من أكبر الأخطاء لأننا هم من نقدر نقول باسم العلمانية باقونة قلت الآن بالبرلمان أنا مليار مرة قلت بالإعلام بالبرلمان توجد ثلاثة مايم أربعة قبالها أكو ثلاثمائة أرباط يلا يا سادة صوري نحن مو مجتمع صوري نحن مجتمع صوري يعني النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع قريش مجتمع صوري ولذلك هو تعامل بالأخلاق صادق الأمين كذا أثر لأنه كان يشوفونه العمل وإحتجوا ما لهذا النبي يمشي فصوريين صوريين نحن مجتمع صوري شيخنا بالتنمية وغيره صوري يشوف شيخ خالد راكب للآن أحد السيارة سرق حشا ما هي مو حرمة حرمة ما حرمة لعلهم من ميراث الصور خلص باسم الدين باقونا حرامية باسم العلمانية باقونا حرامية 300 رباط موجود أفهم دكتور ليس الكلام يعني عن الزي لكنه المقاييس شون باسم الدين باقونا حرامية أولا في البرلمان لا يشرع دين لكن بعض الأحزاب كانت صبغات هدينية وإن كان ما ندخل أنت الآن حضرتش يعني علامية تمام كل مثل باقي العلاميات كل واحد يأخذ دوره كل واحد إلى صبغته ما نجي إذا أنت برنامج نجاح نقول كل الإعلام نجاح وإذا هبط وإن شاء الله لا يكون ذلك نقول كل الإعلام هبط هذه نظرة المجتمع قاسية مصحة المجتمع عراقي يتحمل مسؤولية المجتمع لم يغير المجتمع توصل الانتخابات الروح ينتخب عن مذهب وعلى العشيرة وعلى المنطقة ما يقدم الأصلح ما يقدم الإنسان اللي يقدم العراق من تجي تحدثوا يقول والله أنا أريد لما أتخرب أترفع التلفون على البرلماني أحتاجه مثل قضية العشائر تقول لبابا اترك هذه العراف الجاهلية اترك هذه الأمور يقول لا القانون ما يحميني فأنا لابد أن أنتمي إلى كبير عشيرة يطلع الحق واحد شوي يعني مثل ما نقول عدة السلاح والقوة فمنطق يعني الغابح إحنا عايشي ترى ماكو إحنا من نعمل لا أكو شيء اسمه عالم عراقي وأكو دولة وأكو جيش وأكو اليوم أنت الفرد العراقي اللي الآن بسعر الدولار صعد عليه ما يقدر يسد إيجار شن اللي عايشينا ببلد النفط إحنا الدينة بالاقتصاد مضروب ونحكي عن علي بالمناسبة ما زلنا مع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أرسل مالك ابن الحارث إلى مصر شوف شنو كتب له اللي ذول بأكبر سماخ أنا راح أتعصى عفوا بمحضر سماح الشيخ أكبر سماخ يستنكف يجيب رسالة مالك ابن الحارث ويخليها بالدستور يخليها بالجامعات يتعلموا من علي بن أبي طالب أو في الدقلطهم أو في الهريس أو في التمن والقيمة تعال إلى رسالته شنو أو أربع أربع أركان علي بن أبي طالب يضطيهن أولها هذا معهد علي عبد الله علي بن أبي طالب عند حينما ولل مالك ابن الحارث الأشتر طبعا الأشتر صفة مو أبو لأنه مالكي أصلا زياد أموما عندما وله مصر جباية خراجها وجهاد عدوها ما يوجد يوميا يوجد تعرض بالطارمية وبالموصل وبالكاركوك لازم داعش يتم إقصائها وقتلها ليس فقط الانتصار الجغرافي ما عدنا تثقيف في صناعة الهوية الوطنية نحن نتصنى لوجستيا بس ما نتصنى فكريا ما زال الفكر الآن دغمائي إقصائي الفكر ملوث نحتاج إلى متخصصين في إعادة ضبط يقاع الجماهير ويعادتهم المواطنين الثالثة حتى نستفيد من هذه بركة الإمام الثالثة واستصلاحي أهلها هذه وعمارة بلادها نحن ذلك الأربع أربع مقومات ما عملوا عليها ترسوا لبغداد مولات ورجعوا على الجوامع من يحكون وين الجوامع كثيرا عندنا جوامع إلى أن تباوع المولات أكثر من المساجد الآن بشهر رمضان برامجنا الدينية ما موجودة برامج دينية دينية ما موجودة بعد أنت بشهر الله وهذا تخصصنا ماكو برامج دينية بس جد عدنا قنوات إسلامية ماكو الآن لا ممثل أغلبها انغلقت لأنه دعمها انتهى وانغلقت